السلام عليكم حاملين ايه? ايه اللي اخبار? نرجع بقى تاني الفيديوهات التجمعات اللي انت بتحبوها وبما ان ان سلسلة النوت من النوت اي سيفن والنوت ايد بقى مقصرين الدنيا وكل الناس متفكر تشتريهم والسلسلة دي واكلة لفقية السلالة من الفين وتلتمائين حتى تلات تنامي جيني تقريبا فما فيهش حاجة بقى لما نعدي على كل سلسلة النوت من شركة يعني نعدي على كل موبايلات ونعرف بقى تاريخ الموبايلات دي وكل موبايل نزل ازاي امت او بتاع والتطورات اللي حصرت ونفهم يعني الخطة بتاع شركة واول موبايل نزل من السلسلة النوت من شركة كان في سنة الفين وسط عشر يعني سنة الف ست عشر دي كانت سنة السؤاتب وتاعت شركة قليل والغريبة بقى ان هو كان باسم نوت سري تخيل بقى فكوكم بقى يعني من نوت ون ونوت والا احنا ناخدش عن نوت سري على طول كده وبقال. والموبايل ده مفويش افتكاسة يعني البيزلز العريضة ومعالج قديم بس اللازيز ان هنا الشاشة فول اتش دي مش اتش دي عكس سلسلة النود دلوقتي خالص والكاميرا هنا واحدة بحجم تلاتاشر ميجابيكسل اما بالنسبة للكاميرا الامامية فهي بحجم خمسة ميجابيكسل مع بطارية اربعة تلاف وخمسمائة ميلا امبيا ولو تاخد بالك فانت هتلاقي ان شركة انفنس كده في اولها كانت يعني الوقت ده لغة تصميم مختلف عن موبايلاتها دلوقتي اول حاجة كانت شاشة فول اتش دي مش اتش دي عكس سلسلة النود دلوقتي وكمان هنا البطارية يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول ان هي شبهة دلوقتي هتكون البطارية يعني انفنكس من اولها دخل ببطارية اربعة تلاف خمسمائة ميل امبير معان الاربع تلاف حتى دي ما كانتش منتشرة في الفون وستاشر او حتى في الفون وسبعتاشر وكان من الحاجات المختلفة برضه عن سلسلة النود دلوقتي كان هو مفيش اللايت او مفيش الاي لأ ده كان بقى فيه البرو تنزلك النوت وتنزلك البرو يعني زي اللي كان ماشي في الوقت ده تقريبا واك برضو كان في نفس السنة كان نزل لكن الغريب بقى ان الموبايل ده هو هو الموبايل الفات اللي هو النسقة العادية مع فرق حاجة بسيطة بس انهم ما زودوا لك واحد جيجا راب يعني خلوص واحد جيجا راب يبقى اخد البروها معلم. مش عارف ماشي ازاي. وقبل بقى ما نخش في الساعة الفيديو 17 علاوكة كل جيجا انا معلم عايزين نوصل الفيديو ده لتلتونية لايك في اربعة وعشرين ساعة يعني تنزل حالا تعمل لايك وطبعا يعني بما اتنزلت اعمل لك اشتراك للقناة وفي الزر الجرس عشان نكامل في السلسة عشان نكامل في الفيديوهات الشبهة يومية ويعني اللايك بتاعك ده بيفرين الفيديو زيارة على الناس اكتر ونخش بقى في سنة 2017 وفي السنة دي امثنينك سعملت حركة غريبة نا ما نزلتش النوت فور لأ نزلت النوت فور برو على طول فاقست للنوت فور معرفش ليه بس يعني خلينيكوا عارفيني ان في سنة 2018 رحت نزلت النوت فور يعني تخيل نزلت البرو الاول بعد كم شهر سبعة تابعا شهور كده في اخر نزلت لك النسخة العادية بس عشان ما نتلقوطوش احنا نتكلم عن النوت فور الاول اللي في الفين وتبنتاشر بعد كان نرجع تاني لالفون وسبعتاشر مع الفور برو بعد كان نخش تاني في الفين وتبنتاشر مع يعني بقت سلسلة النوت والموبايل ده الوهلة الاولى فعلا ما تحسش ان هو في اف بريد خلص عن السنة اللي فاتت لا ده يمكن يعني يعني يقللوا في حاجات يعني شاشة عجمها صغر والمعالج ما تغيرش له هو هو الموجود في النوت سري او النوت سري برو لو كمان الكاميرا الخلفية زي ما هي 13 ميجا بيكسل لكن البطارية صغروها بقى بقى بقت 4300 ميلا امبيل فانت هتقول لك كده شركة انفينيكس بترجع بدهارها بقى وليه كده انفينيكس ومش اعرف ايه ويعني تنفوت عليها من شوية يعني مثلا غيرت لك مكان البصمة بدل ما كانت في الظهر حطيت لك مكان زرار الهوم ايام ما كان فيه زرار الهوم في الموبايلات وكمان طورت لك الكاميرا الامامية بدل ما هي من خمسة ميجا بيكسل خليتها تمانية ميجا بيكسل وكمان يعني حطوا لك بقى ايه هم قالوا لك من البطارية لكن حطوا لك شحين سريع بسرعة 18 واط وموضاع 18 واط ده ما كانش ممتازش برضه في الفترة دي ونرجع بقى تانية سنة 2017 من نسخة البرو من النوت هم يعني نافوا او لغوا اللي كانوا عملوه في الفور اللي كان نزل 2018 يعني مثلا هنا رجعوا لك البطارية اربعة تاف ومسمائة بدل ما هي اربعة تاف وتلتمية وكمان خلو لك هنا بقى فيه شحين سريع بسرعة خمسة او شين واط بدل من 18 واط ونخش بقى تاني في سنة 2018 عشان ما اطلقتوش احنا اول اتكلمنا عن في سنة 2018 بعد كي رجعنا 2017 مع النوت فور برو بعد كي نرجع تاني بقى 2018 مع الموبايلات اللي نزلت بعد النوت فور بس قبل بقى منخش في سنة 2018 كان عندي اسأل كده عليكم تقولوا لي في الكومنتات تحت ايه اول موبايل جربتوه من شركة اينفينيكس او اول موبايل مسكتوه من شركة اينفينيكس وكمان يعني اول مرة تسمع شركة كانت من امدى يعني مثلا لو نقول اينفينيكس بقى دخلت تصوير تصوير مصر كانت من امدى يعني انا بالنسبة لي كانت من تايما حوالي 2018 2019 كان بداية يعني معرفتي بشركة اينفينيكس قبل كامل كنتش هسمعانها خالص وهنخش بقى مع سنة 2018 وانا بقى شركة اينفينيكس هتغير لغة التصميم بتاعها نهائي يعني هتعمل بقى المعادلة الصعبة وتحط لك القلم في سلسلة النوت وتبقى سلسلة النوت من اينفينيكس مقربة جدا لسلسلة النوت من شركة سامسونج وكمان هتغير من اسم موبايلها يعني هي مش هتغير قوي يعني انت عندك اول حاجة هتنزل لك الينفينيكس نوت 5 ستايلس يعني مش نوت 5 بقى لأ ستايلس وعندما اتذكر موضوع القلم اللي هوتحط في المبايل ده كان يعني سبب شهرة انفينيكس في مصر او عالمين هو ايه ده قلم ومش عارف ايه والسنة دي طبعا كانت معروفة ان البيزيس اللي في الشاشة هتبدأ بقى تقلو والموبايلات تبدأ تحلو والمعالج اللي يبدأ اقوى شوية يعني بقى الميديا ديك هليو بي 23 للحد دلوقتي نحن لسه نشاهد فمبيلات اما بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي هنا بحجم 16 ميجا بيكسل وطبعا الاهتمام بالسيلفي هي بقى اكبر فالكاميرا الامامية هتكون بحجم 16 ميجا بيكسل وخليكم ركزين ان ده من سنة 2018 كاميرا السيلفي بقى 16 ميجا بيكسل لانها لحد دلوقتي ما تغيرتش بسلسلة ويعني لحد دلوقتي احنا شايفين في اوبجريد كبير في الموبايل لكن للأسف الشديد كل ده هيجي على حساب البطارية اللي هتيجي بحجم 4000 ميلا امبير بس اكيد يعني عشان يبقى في مكان للقلم لازم يقلل له في حجم البطارية لكن اللي مش لازيز فعلا ان سورة الشحنة قلت عشر واط بدل من 18 واط وفي نفس السنة بعد ما الفايف ستايلس بقى نزل وزبط الدنيا اما راح تقلت لك خد يمعلم بقى الانفينيكس نوت 5 في المغير الالم عشان ما تزعلش وبتاع وبالتالي بقى طب ما شلت الالم يبقى تكبر حجم البطارية هتبقى بدل من 4000 ترجع بقى تاني ل4500 بس بارتو للأسف الشديد لسه الشحن مش سريع بسوارة عشر واط بدل من 18 واط ونطلع بقى معلم نساة 2019 وانا انفينيكس بقى تخش بقلبي جميل بقى ومش افر مع حاجة وهتنزل لك بقى الالم في سلسلة النوت الاساسية بقى مع الانفينيكس نوت 6 وانا بقى معلم زي ما موبايله الاساسية تضع لك فيه الم بقى ولو كمان ملونين الالم بقى عشان يبقى شكل روش وقال العلم يعني الالم ده كان اسمه الاكسبين وانا برضو انفينيكس هتجاز في جامعة وتضع لك اول شاشة امولود في سلسلة النوت بس للأسف الشديد الموبايل ده لسه بيزلز علوية برغم انها كانت بدأت تضع النوتش في سلسلة الهوت من موبايلاتها لكن المعالج اللي هنا كويس ويعني لسه منشوفه الحد الوقت في موبايلات هو الهيليو بي خمسة وثلاثين وبالنسبة بقى للكاميرات فانا برضو اول مرة ازع لتلات كاميرات خلفية في سلسلة النوت من انفينيكس وانا برضو بتقدم لك كاميرا اساس 16 ميجا بيكسل وتمانية ميجا بيكسل التروياد انجل كاميرا واثنين ميجا بيكسل دبسي سنسور كاميرا ويا سلام لما تسمع التروياد كده من شركة انفينيكس اللي هي ما بقتش موجودة دلوقت اساسا في موبايلاتها كان حاجة تجيب جلطة وستحن سيكون الموضوع ده بعدين اما بالنسبة للكاميرا الامامية فما اختلفتش النسخة اللي فاتت لسه زي 16 ميجا بيكسل وكالعادة فيه قلم يبقى البطارية تصغر وتابقى بحجم 4000 ميلي امبير وما فيش اي معلومة عن الشحن السريع في الموبايل ده ولو تاخد بالك همعلم فانت هتلاقي كده ان شركة انفينيكس ماشية بدماغ مختلفة خلص عن سنة 2020 يعني في سنة 2017 قدمت لك نوت سيكس راح اقدمت لك بقى موبايل يعني اهم حاجة بالنسبة لها هتكون بقى الافكار الجامده بقى والروشة والشاشة الاملود والفول اتش دي والقلم مش عارف ايه وبعد كده برضو البطارية تعتبر كانت من اهتماماتها حتى بالسلاس اللي فاتت كان بقى بالنسبة لها البطارية تبقى كبيرة وفي الاخر الاداء بالنسبة لها ما كانش يعتبر اكتر حاجة بتفكر فيها يعني بتقدم لك معالجات ما تعتبرش الجامده قوي وموبايلاتها كانت برضو بتبقى فرينجيه تلات تاليب جيني بمعالجة اعتبر مش الافضل فده كان سبب بقى يعني اللي هو الناس ما بتتجيش بالنسبة لانه في الاول ان هيا مثلا اه الموبايل بيبقى جامد قوي وشكله حلو Hahah في اiao mia mobedia جامد قوي وشكله حلو قوي فعلاً كان موبايل بيبقى شكله حلو قوي لكن بقى كان كااداية اللي ان بيهنج منك بقى مبيلة مبيلة Yangtay vécerك في ايشتك فده كان سبب كره الناس في البداية او عدم اهتمامهم بشركة ايفنيكس لكن بقى في سنها 2020 تشاهدت بقى ان انفنيكس ما بادغت تشوف بقى سوق لما يفشف الشباب عايز ايه وهتجلب لك المبيل اللي هو الي كثير منه 10 عليه وفعلا في سنها 2020 كان اول اهتماما هو ايه اهتمامه وقد بقى في فتاة سعرية الكثير Berlin تنزل تبقى ومعالج في الفئة السعرية اللي هي بتنزل فيها ممكن كمان في الفئة السعرية الاعلى وارده بتقدم لك بطارية عملاقة جدا وفي الاخر مسلا نقول اهتمامها بالشاشة قل جدا لانها بقيت بتقدم لك شاشة HD مش full HD بس ما قلش خالص لانها برده اللي هي تقدم لك بقية شاشة العملاقة وبتاع ويعني بالنسبة لحاجات الروشة اللي هي بتهتم بيها فها طبعا هتكون شالة الالم وحطت لك مكانه مسلا شاحن يعتبر سريع شوية يعني تحس ان ساستها في التصميم او في الموبايل عمتها هنختلفت خلص من سنة 2020 يعني انت مثلا هتاخد بقى لك فانا في سنة 2020 في اولا راح اتنزلت لك الانفينيكس نوت 7 وهنا بقى زي ما قلت لك هتاخد بقى سيسا مختلفة في التصميم يعني اول حاجة هتنزل لك اقوى معالج موجود يعني بالنسبة للمفسين كلها وهو الهيليو جي سبعين والمعالج ده لو احنا هنقيمه مثلا بالنسبة لتلت تربع الموبايلات اللي نزلت في السعرية دي فهو يعتبر التوب يعني او تاني افضل معالج بعد الهيليو جي 80 اللي هو موجود في الريدمي 9 والتاني حاجة بقى بالنسبة لك كانت البطارية فهي برضو اتقدم لك بطارية عملاقة بحجم 5000 ميلا امبير معها شاحن يعني مش يبقى جامد ب25 واط مثلا شابعة اللي كنا شايفينه في الانفينيكس نوت 4 برو لكن لا هتقدم لك مثلا شاحن بسرعة 18 واط لا يزال يعني كويس هو طبعا بالنسبة ل 5000 ميلا امبير مش كويس خالص بس لا يزال يعني شاحن سريع والتالت حاجة بقى نقول بدأت تهتم بها هي الشاشة ويعني ما هتمتش بها قوي هي كمان قلت اهتمامها يعني ضحت بالفول اتش دي وخلت لك الشاشة اتش دي ضحت بالاملود ودي حاجة تزعع علي يعني هتقدم لك شاشة باي بي اس ال س دي لكن برضو قدمت لك شاشة بقى عملاقة وكمان لعبت في حتة بقى هي ايه التصميم وفعلا التصميم ده فرق جدا لانها كانت من اوائل الشركات اللي بتقدم لك موبايل بهول بنش في الفئة السعرية اللي هي رخيصة يعني الفئة السعرية الاقتصادية وكان موضوع ده مش متشك كان بقى نوتش وبتاع فهي فجأة نطلت من بيزنز التخينة للهول بنش على طول وابرضو بالنسبة للحاجات الروشة فيها قدمت لك السيريو سبيكرز يعني هنقول ان الموبايل رويش الموبايل جامد الموبايل لما سعره نزل جامد ودي برضو حاجة عايزة يعني لو حد من شركة انفنيكس يتواصل معي ويفاهمني الموضوع ده ليه موبايلات انفنيكس سعرها بيقل جامد احنا احنا افتكر من رمضان اللي فئت مثلا كان انت في مقارنة قوية جدا ما بين الريلمي 6 اي والانفنيكس نوت 7 فجأة تلاقي انفنيكس نوت 7 بقى فئة الالفين تلتمائة وخمسين جنيه والريلمي 6 اي لسه في التلف تلف وحبة طبعا دي ميزة حلوة جدا مبايلاتها بترخص وبتاع بس ليه بيرخصوها جامد اوي كده يعني اريد حد يفاهمني الموضوع ده وبالنسبة برضو للكاميرات فاية الكاميرا الامامية طورتها بدل ما هي 16 ميجا بيكسل خلتها 48 ميجا بيكسل بس يعني يعني قصادها طاحت بقى بالالترويت انجيل كاميرا اللي هي كانت 8 ميجا بيكسل. ويعني الكاميرا دي مطلوبة جدا فقالت لك لا ضحي بالألتراويت وقدم له بقى الموبايل اللي بالكاميرا الـ 840 ميجا بيكسل في موبايل يعتبر فئة اقتصادية ودي تعتبر برضو ميزة حلوة لكن كاميرا الامامية ما فيهاش اي اختلاف هي لا تزال 16 ميجا بيكسل وهتفضل 16 ميجا بيكسل حتى في سنة 2021 غليبا يعني وانا بقى معلم كده برضو خطر في بالي سؤال برضو يعني غريب شوية هو يترك من ثلاث سنين بقى 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 ان الفنيكس بتمشي وراء السوق يعني مثلا من تلاث سنين فاتو أو من اربع سنين كان اهتمامها الاساسي او الشاشة بعدكدة بقى اهتمامها الاساسي او الاداء كمان تلاث سنين ممكن يكون اهتمامها الاساسي الباطارية بقى انها تقدم لك بقى الموبايل اللي هتقط 10K م تقولولي في الكومنتات تحت رأيكم. وسنة الفين وعشرين كاما مش هتعجب السهل ولازم يعني السنة دي بقى شافت ان هي خلاص بدأت تظهر فيالله خش جامد وفي نفس الوقت الاعلان في عن الانفنيكس نوت سيفن برضو اعلانت عن الانفنيكس نوت سيفن لايت خلاص بقى نسخة البرو دي ننساها خالص وننزل بقى ايها معلم باللايت بتاعنا. والموبايل ده تحس ان انفنيكس متابع فيه بقى سياستها الاجيمة شوية يعني مش مهتمة بالاداء خالص يعني مقدم لك موبايل بمعال يعتبر مش الافضل اللي هو الهيليو بي اتنين وعشرين يعني الناس ما هتخدش بقى تقول لي لا الموبايل ده جامد والمعالج اللي فيه قوم مش عارف ايه فهو ماشي انا معكم في النقطة دي بس يعني مش الموبايل اللي هو كان خراف يعني مكسر الدنيا لكن بقى كان مكسر الدنيا في نقطة الكاميرات لان الكاميرا الاسية هنا كانت جايب حجم تمانية واربعين ميجابيكسل في موبايل يعني يعتبر سعر رخيص جدا بالنسبة اول ما نزل يعني ولو هنتكلم عن الكاميرا لما هي فيه بحجم تمانية و كده بس ايش تا يعني ولو هتسعى البطارية فطبعا الهتمام الاساسي هو هيعتبر البطارية وهنا الموبايل جاء بحجم البطارية خمس تلاف ميلي امبير فانت هتحس هنا ان يعني متابعة نفس سياسة النوت سري لو انت هتفتكر تتلموني عنه في اول الفيديو وطبعا سنت عشرين عشرين زي المواطن لك مش هتسيبها كده تعدي بالسهل فهتقوم بقى من زلالك الانفينيكس نوت ايت وكمان بقى الانفينيكس نوت ايت اي كمان لاغت نسخة اللايت وراح تقدمت ل بقى قوي كده لو ايه يعني موبايل كده مشتق عنها وهنا يعني مفيش اوبجريد كبير اول لان برضو الموبايلين النوت سيبن والنوت ايت نازلين في نفس السنة تقريبا لكن يعني هنقول ايه بدأت تعمل شوية ايه يعني تزبيطات يعني نوت سيبن اه قسر الدنيا بس مسلا ده الناس في نقطة معينة فليه بقى ما ننزل لكش بقى الموبايل لو ايه الاعلى منه والاجمل فانت مسلا لو كان عاجبك النوت سيبن بس كان مسلا مدايقك ان حجم الشاشة كبير كمدايقك ان البطارية ت يعني ايه خمسا الاف من الامبير بس بارته الشاشة عاجبك كبير ومدايقك مثلا في معالج موبايل بمعالج اللي هو الهيليو جي تبانين والده بالهيليو جي سبعين فحيت قتلك خيديم معالج بقى الفنيكس نوت ايت اوي وفرق سعر مش كبير مبينه مبين الوات سيبن وهنا بقى يعتبر الحلو يعني مثلا اغررتك الشاشة شوية قامت لك البطارية بدل ما هي خمساة تلاف بقية خمساة الف ومتين غيرت لك المعالج بدل ما هو الهيليو جي سبعين بقى ال هيلو جي التمانين. فعني اعتبر لحظة بسيطة. لكن الاساسي كان في النوت ايت. اللي هو بقى ايه? المفروض بقى الختم بي سنة عشرين عشرين. يعني هنا بقى بتقدم لك بقى الموبايل اللي عايز مثلا شاشة كبيرة فخد يا معلم شاشة كبيرة عايز بطارية كبيرة خد يا معلم البطارية كبيرة عايز اه معالج كويس. خد يا معلم المعالج الكوي كمان بقى طورت لك بقى كمان في الكاميرات. يعني كان نقصة في الكاميرات. فهتقيت لك خد بقى بدل الكاميرا الاساسية تمانية واربعين. فخد معلم اربعة وستين ميجا بيكسل وما تزعلش نفسك يعني. بس اللي هتزعل برضو كاميرا تسيل في ستاشر ميجا بيكسل. مفيش نقاش موضوع ده هي ستاشر يعني ستاشر. وبس بقى معلم. قولوا لي في كومنتات تحت رأيكم في موضوع السلسلة دي. وهل بقى عايزين يعني الفيديو اللي جاي عن انهي سلسلة من انهي شركة. يعني الناس بقى مهتمة بالحاجات دي تقول في الكومنتات تحت. ويعني لو هناخد بقى مثلا يعني الزيتونة بتاعت الفيديو ده كله فاحنا هنقول ان انفنيكس زمان كانت مهتمة بالشغل الطويل. يعني بمعنى ان هي كتقدم لك بطارية عملاقة وبردو ايه انت لازم يعني على موبايل مدة طويلة فانت هيما كيبقى شاشة شكلها حلو. كتقدم لك شاشة كويسة. لكن دلوقتي هنقول ان ان انفنيكس مهتمة بالشغل التقيل. بمعنى ايه بقى? ان هي هتقدم لك موبايل ببطارية تقيلة برضو وعملاقة. وفي نفس الوقت بتقدم لك بقى المعالج او الاداة بقى اللي هو ايه تتاك عليه وما يهمكش حاجة. وبس قولولي بقى في الكومنتات تحت يعني رأيكم في الفيديو ده. وزي ما تريكم عايزين الفيديو اللي جاي يكون عن انهي سلسلة. وطبعا اللايك الجامت زي ما تريكم اللايك بيفرق معي جدا يعني بيساعد الفيديو ازاعد ناس اكتر. فعايزين بقى نوصل للتلتمية لايك في اربعة وشرين ساعة. فانزل اعمل لايك حالا بالا. واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان في موبايلات ايه? في فيديوهات جامدة جدا نازلة في السكة. وانستجرام هجد. يعني اللينك بتاع في ديسكريبشن تحت خش عملوا الفيديو قد هزيني وصل يعني لعدد كبير. طبعا نسوش تباني على الفيسبوك. انستجرام. تعملوا جهو الجروب التكوية. وعندي قناة تانية خاصة بالاكل بقى اللي محبين الكيرشو. كان اسمها ابو كيرشو حتى فيها فيديوهات اكل لذيذة يعني. وكل اللينكات في ديسكريبشن تحت. هشوفكم في فيديو اللي جاي. ان شاء الله يبقى كمان يوم او يومين باذن الله. سلام.